الوحدة الثالثة المحددات أي مصفوفة من المصفوات المربعة يكون لها قيمة عددية وحيدة هذه القيمة تسمى محدد المصفوفة واستخدام المحددات يساعد في التعبير عن المصفوفة العكسية بدلالة المصفوفة الأصلية كما أن قيمة المحدد تعطي معلومات كثيرة عن المصفوفة ومن أهم هذه المعلومات توضيح ما إذا كانت المصفوفة قابلة للعكس أم لا وقد اكتشفت المحددات عند دراسة أنظمة المعادلات الخطية كما استخدمت المحددات في حل أنظمة المعادلات الخطية وسأنوضح ذلك فيما بعد والمحددات عبارة عن دوال رياضية ذات خصائص رياضية معينة لا فوائد كثيرة في حل كثير من المشكلات الرياضية والتطبيقية تعريف المحدد المحدد هو عبارة عن ترتيب مجموعة من العناصر في شكل عدد متساوي من الصفوف والأعمدة أي أن عدد الصفوف لابد أن يكون مساوي لعدد الأعمدة درجة المحدد هي عبارة عن عدد الصفوف أو عدد الأعمدة لأن عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة فإذا كان لدينا محدد فيه صفان وعمودان يقال أنه محدد من الدرجة الثانية وإذا كان لدينا محدد فيه ثلاث صفوف وثلاث عمدة يقال أنه محدد من الدرجة الثالثة وإذا كان لدينا محدد فيه أربعة صفوف وأربعة عمدة يقال أنه محدد من الدرجة الرابعة وهكذا والأمثلة التالية توضح ذلك المحدد أو هذا المحدد محدد من الدرجة الثانية لأن عدد الصفوف يساوي عدد العمدة يساوي 2 كما هو واضح صفان وعمودان المحدد أو هذا المحدد هو محدد من الدرجة الثالثة لأنه يحتوي على ثلاث صفوف وثلاث أعمدة أي أن عدد صفوف يساوي عدد الأعمدة يساوي ثلاثة أي محدد من الدرجة الثالثة هذا المحدد محدد من الدرجة الرابعة لأنه يحتوي على أربعة صفوف كما هو واضح الصف الأول الثاني الثالث الرابع وأربعة أعمدة العمود الأول الثاني الثالث الرابع أي محدد من الدرجة الرابعة في عدد الصفوف يساوي عدد العمدة يساوي 4 والشكل العام المحدد من الدرجة N محدد من الدرجة N يعني عدد الصفوف يساوي عدد العمدة يساوي N أي محدد من الدرجة N الشكل العام لهذا المحدد هو كما هو واضح اللصاء العنصر الأول هو A11 أي العنصر الذي يقع فيه الصف الأول والعمود الأول العنصر A1-2 هو العنصر الذي يقع في الصف الأول والعمود الثاني العنصر A1-3 هو العنصر الذي يقع في الصف الأول والعمود الثالث وكذا إلى A1-N هو العنصر الذي يقع في الصف الأول والعمود N العنصر A2-1 هو العنصر الذي يقع في الصف الثاني والعمود الأول العنصر A2-2 هو العنصر الذي يقع في الصف الثاني والعمود الثاني العنصر A2 3 هو العنصر الذي يقع في الصف الثاني والعمود الثالث وهكذا إلى A2 N هو العنصر الذي يقع في الصف الثاني والعمود N وهكذا إلى A N أي أن AGI هو العنصر الذي يقع في الصف G والعمود I حساب قيمة المحدد أولا حساب قيمة المحدد من الدرجة الثانية المحدد من الدرجة الثانية كما سبق تعريف درجة محدد هو المحدد الذي يحتوي على صفان وعمودان قيمة المحدد من الدرجة الثانية تساوي حاصل ضرب عناصر أو عنصري الكتر الرئيسي ناخص حاصل ضرب عنصري الكتر السانوي والأمثلة التالية توضح كيفية إيجاد قيمة المحدد من الدرجة الثانية هكذا أوجد قيمة المحدد التالي A يساوي 5 3 4 2 ليجاد قيمة هذا المحدد نحدد عناصر القطر الرئيسي وعناصر القطر الثانوي عناصر القطر الرئيسي كما واضح من السهم هي 5 2 عناصر القطر الثانوي 4 3 نكون بيجاد حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي أي 5 في 2 ثم يجاد حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي 3 في 4 ثم الطرح 5 في 2 بعشرة ناقص 3 في 4 ب 12 10-10 يساوي سالب 2 أي أن قيمة المحدد ساوي سالب 2 أوجد قيمة المحدد التالي هذا المحدد هو محدد من الدرجة الثانية أيضا لإيجاد قيمته نقوم بتحديد عناصر القطر الرئيسي عناصر القطر الرئيسي هي 2 و 7 عناصر القطر الثانوي 4 وسالب 3 نقوم بإيجاد حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي 2 في 7 ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي 4 في سالب 3 أي بيساوي 2 في 7 يساوي 14 ناقص 4 في سالب 3 يساوي سالب 12 أي أن 14 سالب في سالب موجب 12 يساوي 26 14 زائد 12 يساوي 26 أي أن قيمة المحدد ساوي 26 أوجد قيمة المحدد التالي المحدد A كما هو واضح أيضا محدد من الدرجة الثانية ليجاد قيمته نقوم بتحديد عناصر القطر الرئيسي اللي هي 0 و3 وعناصر القطر السنوي سالب 1 و5 ثم نقوم بإيجاد حاصل ضرب عناصر القطر الرئيس 0 في 3 ناقص حاصل ضرب عناصر القطر السنوي سالب 1 في 5 بيساوي 0 في 3 بصفر سالب سالب 1 في 5 بسالب 5 كما أن سالب سالب موجب أي 0 موجب 5 يساوي 5 قيمة المحدد تساوي 5 ثانيا حساب قيمة المحدد من الدرجة الثالثة المحدد من الدرجة الثالثة هو المحدد الذي عناصره في سلاسة صفوف وسلاسة أعمدة نقوم بإيجاد قيمته بالخطوات الآتية أولا نكتب المحدد الأصلي كما هو ثم نكتب العمودين الأول والثاني كما هم على من المحدد الأصلي الخطوة الثانية حساب حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي والقطرين المجاورين له ثم جمع قيم حواصل ضرب القطر الرئيسي والقطرين المجاورين له ويسمى هذا بالمجموع الأول الخطوة الثالثة حساب حاصل ضرب عناصر القطر السنوي والقطرين المجاورين له ثم جمع قيم حواصل ضرب القطر الثانوي والقطرين المجاورين له ويسمى هذا من المجموع الثاني خطوة الرابعة هي إيجاد قيمة المحدد قيمة المحدد تساوي المجموع الأول ناقص المجموع الثاني ويتم توضيح ذلك من خلال المثال التالي أوجد قيمة المحدد التالي واضح أن هذا المحدد هو محدد من الدرجة الثالثة لأنه يحتوي على ثلاث صفوف صف الأول الصف الثاني الصف الثالث وثلاثة عمدة العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث نقوم بإيجاد قيمته أو حساب قيمته بالخطوات الآتية أولا كتابة قيمة المحدد الأصلي هذا هو المحدد الأصلي وكتابة العمودين الأول والثاني على من المحدد كما هم ثم تحديد عناصر القطر الرئيسي القطر الرئيسي هو سالب 1 و 5 و 3 القطر المجاور له 0 4 0 والمجاور له الآخر 2 3 1 تحديد عناصر القطر السنوي 2 5 0 المجاور له سالب 1 4 1 المجاور له الآخر 0 3 3 نقوم بإيجاد حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي سالب 1 5 3 3 هكذا المجاور له 0 4 0 المجاور له الآخر 2 3 1 ثم نقوم بإيجاد حاصل ضرب عناصر القطر السنوي 2 5 0 المجاور له سالب 1 في 4 في 1 المجاور له الآخر 3 في 3 في 0 هكذا ثم نقوم بإيجاد مجموحة حاصل ضرب سالب 1 في 5 في 3 تساوي سالب 15 0 في 4 في 0 تساوي 0 2 في 3 في 1 تساوي 6 0 في 5 في 2 تساوي 0 1 في 4 في سالب 1 تساوي سالب 4 3 في 3 في 0 تساوي 0 ثم نقوم هنا بالجامع سالب 15 زائد صفر زائد 6 يساوي سالب 9 وسالب في سالب مجاور 4 إذن سالب 9 زائد 4 يساوي سالب 5 أي أن قيمة المحد هنا تساوي سالب 5 ترجمة نانسي قимة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صفر 9 11 والدى 11 اشتركوا في القناة